يلا زبادي يلا صحور النهاردة هنعمل الزبادي البيتي بطريقة حلوة جدا جدا وكمان من غير مكين الزبادي ولا حتى فرن وهنعرف كل تكات الزبادي والغلطات اللي احنا بنقع فيها والزبادي بتاعك لو فيه مية او بيطلع مية وزي الشرش كده او بيخلي طعمه لازع وداخل على جبن قريش هقولك على تكات هتخلي طعمه طحفة وزي العسل من ايديكي ولكن قبل ما نبدأ بالمكونات صلى على النبي يا ست البنات هنجيب كله اللبن بتاعنا وهنسيبه يغلي على النار طبعا اللبن بتاعي كان فيه شوية تلج هنسيب التلج يفك اللبن ممكن جاموسي او بقري او مبسطر اي نوع لبن عندك ماشي مش هيقول لا واول تكة معنا هنقلب في اللبن لحد لما يغلي معنا طب هنقلب اللبن ليه لان اللبن فيه نسبة مية ولما بنقلبه المية دي بتتبخر فالزبادي ما بيبقاش فيه شرش ولا مية خالص زي ما انتو ما شفتو اول الفيديو واول ما يغلى معنا ويفور كده هنطفي الغاز ونسيب ويدفع اول ما يدفع وتلاقي ايدينا كده مستحملات طبعا غسلين ايدينا والدنيا زي الفل هنجيب بولا وهنلم القشطة من عليه عايزة تعمليه الزبادي بالقشطة بتاعته اوكي زي ما انا هعمل مش عايزة وعايزة كريمي وزي المعلب هاتشيلي الاشطامل انا طبعا عايزة بلدي دفت عليه علب الزبادي بلدي النوع اللي بتحبيه في الزبادي دفي عليه وهو هيديكي نفس الطعم بالضبط وحطت كمان حوالي معلقتين كبار لبن ويه تاني سر معنا هو السكر هنحط معلقة السكر هتزبط مزاق طعمه جدا ويه هيبقى زي السكر مش هيبقى لازع معاكي زي ما كنتي متخيلة وعلى فكرة السكر مش بيديله التسكيرة الكبيرة او العالية انتي حطها معلقة واحدة على كيلو كامل وهنقلب بقى خميرة الزبادي دي كويس جدا لازم تقلبيها كويس عشان اللبن يتغلغل فيها ويشربها كلها هنقلب كله كده كويس جدا ولو الزبادي مكتل معاكي في قلب اللبن ممكن تضربيه في الخلاط زي ما تحبي او بمضرب يدوي هنجيب بقى طواجن الفخار بتاعتنا وممكن كبيات او وعلب الزبادي وهنضيف الخميرة بتاعت الزبادي بتاعتنا بالمنظر ده كده لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تقدري تعبيب لايك وشير عشان الفيديو يترفع وغيري كمان يستفيد بعد ما ضفت اللبن زي ما انتم ما شايفين لبن الزبادي فيه هتلاقي طواجن كده كم مشروخ معايا هبدله بطاجن تاني صغير زي الاخير اللي شفتوه ويلا اقولكو هنعمل ايه صنية بقى بتاعتنا وايه هنحط الزبادي بتاعنا وهنضيف عليه ميا مبخرة يعني ايه ميا مبخرة يعني ميا مبخرة يعني ميا سخنة مش مغلية لحد ما يوصل لنص الطاجن كده او نص الكباية لو ضيفة كبايات وبس كده يسلت البنات هنغطيه ونركنه على جنب في اي حتة عندك في المبخ من بالليل لحد الصبح انا صورته الصبح وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه يارب اكون عرفت افتكو وكون دايما عند حصن ظنكو ودمتم سالمين